هيئة المعلومات والحكومة الألكترونية قامت بإعداد دراسة شاملة لمنظومة هذا المشروع بدءا بدراسة متطلبات النظم الألكترونية ودراسة الوضع الحالي والتصور المستقبلي للنظام انتهاءا بتقديم ورشات تدريبية للمعنيين وذلك لضمان سهولة تنفيذ إجراءات الفحص الطبي للعمال الأمر الذي يسهل على أصحاب العمل إجراءات استقدام العمالة الوافدة ويوفر بيئة داعمة لنمو الاقتصاد المحلي كما قامت الهيئة بإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الخاصة بهذا النظام بشكل كامل إلى جانب تصميمها وتطويرها للنظام الأمامي الذي سيستخدم من قبل المؤسسات الصحية وأصحاب الأعمال هذا وأنهت هيئة المعلومات والحكومة الألكترونية الورشة التدريبية التي قيمت لتدريب 14 مؤسسة صحية بلغ عدد المشاركين فيها 65 من أطباء ممرضيين وإداريين بغية تدريبهم على استخدام النظام الألكتروني الجديد لمواعيد الفحص الطبي للعمالة الوافدة يذكر أن خدمات تنظيم الفحص الطبي للعمالة الوافدة متاحة عبر فئتين هما فئة الخدمة الاعتيادية والتي يتم تحديدها فقا للنظام الألكتروني للمواعيد من خلال المؤسسات الصحية المصرح لها لإجراء الفحصات الأساسية الإلزامية لإصدار التأجير وبتكلفة محددة وقدرها 20 دينارا أما الفئة الثانية فهي فئة الخدمة المميزة والتي يتم تقديمها وفقا لاختيار أصحاب العمل حيث تعتمد على الباقات المقدمة من المؤسسة المرخص لها وتحتوي على خدمات طبية وخدمات أخرى ويتم تحديد تكلفة الخدمة حسب الباقة المقدمة من قبل المؤسسة